موسيقى ضيفنا اليوم صوته طربي وهو من عشاق الزمن الجميل لصوت الأرض طلال مداح ولفنان العرب محمد عبدو وأيضا أكمل مسيرته بأعمالي الغنائية الخاصة فيه واليوم راح نتعرف على موهبته ويسعدنا أن ينضم لنا عضو الفرق الوطني السعودية ورئيس النادي الموسيقي بجمعية التقاف والفنون بالرياض الفنان هند عبدالله أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك هياك الله نورتنا الله يسعدكم شكرا لكم على المقدمة هذه أتشرف بوجودي في روتان خليجية في برنامج سيدتي ويعني نورنا الله يسلمك نوركم الله يسعدكم يعني هالموهبة الجميلة التي وصلتك للعالمية يحكي لنا الرحلة كيف بدأت والله هي كانت مع الفرقة الوطنية للأمانة السعودية مشكورين وزارة الثقافة في آخر أو في منتصف سنة 21 في جولاي قدمولنا منحة دراسة الموسيقى وكانت مدتها سبع شهور درسنا فيها النوت الموسيقية درسنا فيها يعني كان لكل واحد كلاس خاص ساعة واحدة يعني اللي مهبته الصوت يعني مع أستاذ الصوت فوكاليزو واللي مهبته الموسيقى كذلك مع أستاذ العود مع أستاذه كمان فإلى نكونوا فرقة موسيقية بدأنا أولا في المحافلة المحلية شميل وبعدها بدأنا أن نتوسع إلى أن وصلنا مؤخرا إلى حفلنا في باريس فحبة حبة ومحافلة ولية أخرى كثيرة طبعا أكيد وحنا فخورين جدا فيكم يعني متلتونا خير تمثيل ولقوة تألا بلا مواهب وأصوات جبارة سمعناها أنا الصراحة يعني ما ودي أسولف كثير مهند أنا ودي يعني نفتح فقرتنا هذه مع المشاهدين وتسمعنا شيء من صوتك تمام أبشر طيب ما حابين نقول اللي ودك يعني أنت من عشاق ومحبين طلال مداح وفنان العرب وإحنا كمان والله طبعا هذول أساس الفن عندنا هنا في السعودية طبعا وولك صرف البقية أنا متعلق جدا في عبد المجيد وفراش ودو رابح والجميع صراحة طبعا ولكن أساتذتنا طلال ومحمد عبد فخلينا نقول حاجة لطلال نقول أغراب والفرحة حوالينا أغراب والدمعة في عينينا مشين في سكة الأحباب مشين وفي كل خط وعذاب أغراب أغراب أغرام ومدى تأثيره ومردوده على الناس المهتمة بهذا المجال ما أضف لك هذا الموضوع؟ والله أضف لنا كثير صراحة نحن سعيدين جدا خاصة بعد مشاركتنا الخير في باريس غرد مع المستشار تركيا وقال برافو لمن قام بهذا العمل على رأسهم في وزارة الثقافة الوزير فهد فرحان الله يطلب عمره ويحفظه كذلك الرئيس التنفيذي رئيس المكلف السلطان البازعي ما قصر كان يسعى لنا في ترتيب كل الأمور ويسعى راحتنا هناك كذلك واتباعا بالإدارة يعني فعلا استحقون أن يذكرون ويشكرون على الجهد الذي عملوه وسعوا أن نطلع بالنجاح الذي ظهر أمامكم والحمد لله ردود الفعل كانت جدا إيجابية كما ترون الحمد لله والحمد لله بالعكس على وجود هذه المواهب مثل حضرتك مهنده وزملائك وزميلاتك خصوصا في الفرقة اليوم كلنا كنا سعداء بتواجز الفرقة في محافل عالمية لكن أنا ودي أسألك وش يعني لك وجود فرقة وجودك ضمن هذه الفرقة الوطنية السعودية والتي تروح تمثلنا في محافل عالمية والله فخر يعني أنا أمثل دولة فيها يعني زي مثل لعب الكورة الآن في كاس العالم نعم نفس شعور أنك تمثل بلدك سواء إما فيه كان لعب الرياضية في محفل خارجي في فن معين نحن كذلك في الثقافة لما نطلع دوليا من حسب المسؤولية وفعلا نبحث أن نطلع بأفضل الأشكال والله هم لك الحمد وهذا وهذا ما حصل والقادم إن شاء الله أفضل بإذن الله وش رأيك نسمع اختلفنا بشري نسمع اختلفنا اختلفنا مين يحب الثاني أكثر مين يحب الثاني أكثر وتفقنا أنك أكثر أنك أكثر وأنا أكثر من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر يوصي readings نعم بعدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللفة ملامح كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللفة ملامح عاشقين ونبضنا طفل حنون لا تزعلنا يساق الله الله عزيزك عافية الله عليك أنا والله يعني اللون الحياة مهند كان طلبتك أغنية ثانية الصراحة ولكن أنا بسراحة بسألك هذا السؤال السريع على البال ما تريح وتأخذ أنفاسك وبعدها إن شاء الله راح نسمع منك بدايتك لما قررت أنه أنا أبوى أدخل هذا المجال اكتشافك لهذه الموهبة لأنه الصوت من الأشياء اللي تعتبر من الله يعني هي موهبة من الله قبل كل شيء قبل ما حتى الواحد يبدأ يدرب نفسها عليها متى كانت؟ والله هي طبعا من الطفولة يعني أنا موهبتك كتبتها تقريبا في مرحلة ابتدائي لما بدأ الأساتف ذاتها من زمان يعني في المدارس كنت تشارك في الإذاعة المدرسية والإنشاد وعلى مستوى ذلك اللي كنت أدرس في الخارج فعلى مستوى الخارج بعدين على مستوى منطقة الرياض وعلى مستوى الملكة فالموهبة الحمد لله كانت موجودة ومع يعني التطور الآن اللي حاصل والمنحة اللي وفرت لنا وزارة الثقافة بدأنا الآن ندربها وبدأنا الآن ندرس تقنيات الصوت في كيف الصوت يقدر يطور وين مساحتك فيه كيف تقدر تطورها كيف يعني تستخدم صوتك بشكل صحيح في الونان فالموهبة يعني نكتشف من زمان الحمد لله قاعدين نطورها والتطور في الموسيقى يعني غير منقطع ماينتي طبعا يعني أين ما وصلت تظلت تتعلم أكيد يعني ما شاء الله قوة إلا بالله عندك صوت مميز رائع وأداء رائع ما شاء الله قوة إلا بالله أكيد يعني أنا مشاعتي مجروح لأنا لا أبقى في الغلاء لكي أنا شخص يسمع ويدندن مع الأشياء الحلوة لكن هل يعني تغني بغير اللهجة الخليجية أو لا صراحة أغني يعني ولكن أنا أحرص على اللون الخليجي صراحة أو اللون يعني اللون السعودي بما أنه الهنك تبعنا ونقوله أفضل من غيرنا يعني وهو صعب عن غيره يعني إحنا لو نتفت إلى اللون السعودي أو الخليجي بشكل عام ترى صعب على غيرنا العالم قاعد تغني أغانينا عشان تضرب تريند وتطلع فإحنا نركز في اللي إحنا فيه ولو طلعنا بره ما تدري واحدة من أغاني اللي كثير أحبها اللي تقول هذا قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي الله نسمعها أكيد أكيد أعرف يال 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 يا لدانا يا لدانا لدانا يا لدانا يا لدانا لدانا تصدق ولا أحلف لك عجزت بالساني أوصف لك تصدق ولا أحلف لك عجزت بالساني أوصف لك نعيما الحب في وصلك وأنت كريم من أصل وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي وتبغى الزيادة في حب أجبل يا لدانا يا لدانا الله عليك الله يا مهند ألف شكرا تعرف تعزف مهند هل قررت يوم من الأيام أن تمسك آلة طبعا أنا أحب أعزف آلة العود ولكن ما ركزت فعليا أنه كيف تعلم قاعد تعلم بشكل بطيء صراحة في فترة كورونا أشريت آلة العود وحاولت أتعلم صعب آلة العود ولكني بغالها صملة لأنه تمرينها تطفش شوي فأشريت آلة عود وعلى أساس أني بيتعلم وكل شيء وصلت إلى مرحلة أني يدوبك أني أعزف بغير ما أطالع الأوتار ولكني ما أمسك زمن فالأخير أخذت العود وعطيته صاحبي فما كملت في الأمان يعني أهم شيء استفدتوا من العود في النهاية هذا هو معنا في الحلقة الآن أكيد نمسي عليه بالخير ونشكر ونشكر أرادت الفنان جاني يوم معنا أرادتك العافية فعلا يعني العود أنا أعتقد من أكثر الألات المحببة لنا بشكل عام خصوصا يعني بالعرب والخليج والسعودية بالتحديد دائما الفنانين يحبون وأول شيء حاولهم فيه بزرط لأنها ترافق الفنان غالب أنه يغني هو يعني من أقوى وأصعب أنا بالنسبة لي أحسة من أصعب الألات لأني حاولت للأسف ولم تزبط معنا مهند طيب وش رايك نختم هذه الفقرة بشيء من اختيارك طيب ما أغني لكم أغني العبد المجيد طيب خليني في البداية أشكرك طبعا وأشكر تواجدك لأنه إحنا رح نختم هذه الفقرة معك وعلى صوتك الجميل مهند ونشكر قبولك هذه الدعوة نتمنى لك يا رب كل التوفيق شكرا لك وشكرا لكم لصدفتكم ورحبت عدلكم وكان حوار سعيد معكم ونتشرف فيكم والشكر شكرا لك وكيد نشكر زميلك كمان اللي جاي اليوم معنا فهد يعطيك العافية وشكرا على عزفك الجميل وكمان نتمنى لك كل التوفيق تفضل رهيب موسيقى اللهم كبر غلاق ينضط بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب موسيقى اشتركوا في القناة